وفي سياق المطالبات من رحم المعاناة المتجدرة منذ سنوات يعود قانون العفو العام إلى دائرة الضوء سلبا وإجابا فقد التحق أهل الحجاج بمحافظة صلاح الدين بركب المناددين بالدعوى الكيدية وذلك من خلال وقفة احتجاجية دعا خلالها أهل قرية البطعمة الحكومة إلى النظر بعين العدل لقضية أحد شبابها والمدعو إبراهيم علي أحمد الذي حكم بأكثر من مئة سنة بسبب وشيات لا صحة لها وقال المحتجون أن المحكم هو أحد أبطال القرية والمدافعين عنها ضد الإرهاب وأن الاعترافات التي أدل بها انتزعت منه بالقوة مشددين على ضرورة تدخل نواب المحافظة لدعم موقفهم وانصاف الشاب إبراهيم وأمثاله من ضحايا الوشيات الكيدية إبراهيم علي أحمد المقاتل الذي حكم عليه بأكثر من مئة سنة بناء على اعترافات وهمية انتزعت منه بالإكراه ولم يشفع له دحض تلك التهم من قبل المدعين بالحق الشخصي والذين أدلوا بشهاداتهم أمام القضاء وبر أوساحاته وبر أوساحته وطالبوا برفع جميع الاتهامات عنه لأن الجرائم التي نسبت له واعترف بها لم تكن له وصلة بها البتة وإنما جاءت بالإكراه لكن كل ذلك لم يشفع له ليصدر بحقه حكم قضاء بمئة وخمس سنة ومما زادت طين بالله مصادقة محكمة الاستناف على القرار لترفع الدعوة إلى محكمة التمييز والتي سيكون لها القول الفصل في نقض الحكم أو تثبيته نقول الرحمة فوق القانون كلنا أمل بأن تصلكم مناشدتنا وأن تصفوا وأن تنصفوا ابنكم المظلوم إبراهيم علي أحمد وأن تعيدوا البصمة إلى أهله ومحبيه بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات ودرس خلف القضبان بدواع ذنب لم تقترفه يده وكذلك نطالب الجهات المذكورة آنفا بالكشف عن مصير المخطوفين من أبناء قرية البوطعمة والبالغ عددهم 28 وأغلبهم من المقاتلين الأبطال وبعض المسنين الذين تم خطفهم بتاريخ 27-9-2015 من جهات مجهولة الهوية وبسيارات تحمل لوحات حكومية ولم يحدد مصيرهم إلى حدها الآن نطالب بالكشف عن مصير أبنائنا المغيبين هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحن أمام صدمة كبيرة أنه القضاء العراقي يصدر حكم بإنبئة وخمس سنة على شخص بار يشهد له القريب والبعيد نحن كلنا ثقة بأنه محكمة التمييز الموقرة في بقداد أن تعيد المحاكمة وليس المحاكمة أأكديني أنا لا أريد المحاكمة تعاد فقط أريد يعاد التحقيق مع السجين والمظلوم إبراهيم علي أحمد حتى أن حق الحق والنبطل الباطل نحن العراق دولة مؤسسات دولة قانون والقانون نفسه اللي حاسب بالمواطن هو نفس القانون اللي يحمي المواطن وينصفه اليوم نحن كنا أولاد القانون لكن أنه القانون يجير بوشايات كاذبة اليوم الدولة ممكن يتقاطع معلومات ممكن يتسوي تحريات ممكن يتسوي كشف وتحري ممكن تسأل الناس وعدها مجساته واستخباراته شخص من الأواء المبرى للدفاع عن حياظ هذا الوطن أول ما صار الغزو الإرهابي على محافظة صلاح الدين وعلى المحافظات الغربية وتطوع بفرقة العباسة القتالية ومن شاراتهم خمسمائة ألف دينار وهو ظل يكاون ثلاث سنوات نطالب سيد رئيس مجلس القضاء العلا وسيد رئيس مجلس الوزراء بإنصاف هذا المظلوم وإعادة المحكمة وإعادة التحقيق ومن هذا المنبر أيضا نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء وسيد رئيس مجلس القضاء العلا ونطالب كل الجهات الأمنية بخصوص المغيبين نحن منطقة البطعمة تحررت تقريبا بتاريخ 15 عشر ألفين وأربعة عشر بعد تقريبا سنة تفاجأنا بقدوم سيارات سيارات مجهولة تحمل لوحات حكومية وقامت بخطف ما يقارب 28 شخص ولحد هذا اليوم لم يعرف مصيرهم نطالب الدولة نطالب رئيس الوزراء نطالب بالكشف عن مصير أبنائنا المغيبين نطالب القضاء العراقي في بعادة المحكمة وإن شاء الله كنا أمل بالقضاء العراقي ونطالب الساد النواب المسؤولين عن محافظة صلاح الدين وأيضا نطالب القضاء العراقي اللي فصاح عن ملف المغيبين اللي عددهم أكثر من 28 شخص من منطقة البطعمة ناشد جميع سياسيين محافظة صلاح الدين السادة أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم الدكتور رحمد عبدالله عبد السيد محافظة صلاح الدين السادة في جميع من يمتلك القدرة والاستطاعة بالتدخل بإنصاف هذا الشخص المظلوم هذا شخص بريء وتشهد به جميع أبناء المنطقة وجميع شيوخ العشائر علما أن هذا الشخص لديه تزكية من الجهات الأمنية ولديه تزكية من مجلس سيوخ صلاح الدين ولديه تزكية من الجهات كافة نطالبكم بإصاف هذا الشخص كون هذا الشخص مظلوم وشكرا